البروتين. تحتوي البرواوتينات Macroblecules والمصول هنا بالمركباتだけ الأسهد بعد ذلك اي ما安 다들 البروتين الممثل هذه الوحدات أأو الجزائعة هي Amino Assids هي الوحلة التركيبية للبروتين وكذلك تسمي manovacs ويحتوي تقريباً بروتيني نموذجي من 200 إلى 300 حمض أميني ومن فوعد البروتينات في أن كل التفاعلات الكيميائية داخل جسم الإنسان تقضع تحت سيطرة الإنزيم والإنزيم يحتوي على بروتين ووظيفة الإنزيم هي تسريع التفاعلات الكيميائية مثل نقل أو تحويل مادة أو مركب من نوع إلى آخر وكذلك نقل جزئات بين مركبين ومعينين من وظيفة الأخرى كذلك فإن تركيب الخلية أو هيكلها وكذلك المادة المحيطة بالخلايا تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات مثل الكولاجين والكولاجين هو البروتيين الأكثر انتشاراً أو أكثر وجوداً في جسم الإنسان إن عملية نقل المواد داخل سرائل الجسم تعتمد على البروتينات مثل الترانسفرين والذي هو ينقل الحديد وكذلك مستقلات الهرمونات داخل الخلية وكذلك نواق البواتينية داخل الخلية كذلك عملية النسخ داخل الحامض النوري أو الجينات داخل الخلية كذلك تتكون من البروتينات البواتين كذلك يكون الانتيبوديز والذي هو مرصول بالمستضدات المناعية والتي هي تلعب دور المهمة في الجهاز المناعي إذ ترتبط بالبكترية والفيروسات وتهبط فعاليتها البروتينات أنواع البروتينات الحقيقة في جسم الإنسان هناك عيد من البروتينات سنتذكر أبرزها أولا البري ألبومين وضيفة هذا البوتين هو نقل الهرمونات الغدد العقية وفيتامين أي وضيفة الفيتامين أي هي في تحسين النظر ورؤية النوع الثاني هو الألبومين والألبومين له أدد فوعد منها الكولويد الأوزمونتك برجر أو المستقصود بهذا المصطلح هو أنه يحفظ على توازن السوائل بين الأوعية الدموية والأنسجة لذلك عند النقص الحاد في البوتين البومين أو عند جماعة الحروق فأن السوائل ستهرب من الأوعية الدموية من خلال جدرانها إلى أنسجة الجسم وهذا يسبب انتفاخ في الأطراف وفي أدسام من الذي نقص في الألبومين كذلك الألبومين يلعب دور مهم في حفاظ على حامضية وقاعدية الدم كذلك هو ينقل عديد من الهرمونات مثل الهرمونات الدرقية وهرمونات أخرى مثل الهرمونات الدهنية كذلك هو ينقل الحديد وبعض الأحماض الدهنية كذلك ينقل البلروبين والبلروبين هو ما يسمى بأبوسفار أي المادة الناسجة بعد تحلل خلايا الدم كذلك ينقل عديد من العلاجات مثل الأسبارين وينقل كذلك بعض الأملاح مثل كاليسيوم والماغنيسيوم وعديد من العلاجات الأخرى الجزء الثاني هو الجلوبيولين الجلوبيولين هو الجزء الآخر من البروتينات ويحتوي كذلك على عدة بروتينات فرعية مثل الألفافيتر بروتين وهذا البروتين يزداد خلال فترة الحمل من المشجمة فلذلك عادي نسبته تساعد أو تساهم في معرفة إذا كان هناك حمل أم لا كذلك لدينا الهابتوغلوبين الهابتوغلوبين ووظيفته الرئيسية هي يعتبر أكيوت فيس بروتينز أي أنه بروتين يزداد في حال الإتهابات والعدوى أو الأمراض كذلك ووظيفته الأخرى هو يرتبط بجزء الهيم والهيم هو الجزء الحديد من الهيموغلوبين بعدها تحلل خلايا الدم الحمر ويمنع طرحه في أذكله أو كذلك الحفاظ على نسبته في تكوين خلايا الدم حمر أخرى كذلك لدينا ترانسفرين وهذا البروتين ينقل حديث داخل مجرى الدم ويمنع كذلك تكدس حديث داخل أنسجة بما يسبب تلف في أنسجة لدينا كذلك الليبو بروتينز والليبو بروتينز هي البروتيات الناقلة للدهون مثل البروتينز هي تنقل كوليسترول ويترايق ليسرايد أو الأحماض الثلاثية أو دهون الثلاثية عفوا أو كذلك الدهون فوسفوليبيتز مثل هذه البروتينز هي كايلو مايكون LDL, VLDL, HDL, and AIDL يجينا كذلك الكومليمنت وهذه البروتينز تتكوين مجموعة من البروتينز المناعية وضيفتها الرئيسية هي حماية الجسم من الإصابات أو الجرثومات ووظيفتها الرئيسية هي ترتبط بجسم أو بجسم الكعن الغريب مثل البكترية أو الفطريات وتساهم في تكوين ثغرة أو ثغر في جدار الخلية للجسم الغريب مما يسبب خروج محتويات الخلية وموت الجسم الغريب هذه يحد وظائفها كذلك لها وظيفة أخرى هي تحفيز خلايا التهامية على التهام الكعن الجرثومي المتبضبه لدينا كذلك بروتين الفايبرينوجين وضيفت الفايبرينوجين في تكوين الخطرة يساهم في تكوين الخطرة بعد التحفيزها من قبل بروتين آخر يلحب بثرومبين كذلك هو يعتبر ويزداد في حث الالتهابات لدينا كذلك السيرة اكتف بروتين أو CRB ويعتبر واحد من أكثر البروتينات التي تزداد عند الاستجاب للحالات التهامية كذلك السيرة بروتين يرتبط بالجدار البكترية أو الفطر ويحفز أما جلب البروتينات الكومليومت المتمة ويعتبر سبب ثقب في جدار الخلية للجسم الغريب أو كذلك تعفز الخلايا التهامية على التهام الجسم الغريب لدينا كذلك الاميونيغلوبيولين وهذه كذلك بروتينات مناعية ويتسمى بمسلطات المناعية مثل IgG, IgA, IgM, IgD, IgE لكل واحد منها مكان معين ولكن تشترك في وضيفة واحدة وهي ترتبط في الأجسام الغريبة مثل البكتير والفطريات وتهبط فراوة الجسم الغريب أي تمنع دخول إلى الخلية أو إحداث نوع من السمية في داخل الجسم الإنسان وكذلك تحفز الخلايا التهامية على التهام الجسم الغريب التروبونين وهو الآخر يعترر بروتين مهم داخل الخلايا العضلية للقلب ووظيفته تقلص الخلايا العضلية للقلب وعند حدوث ضرر في عضلة القلب أو ضرر في القلب يخرج هذا البروتين بسبب تلف الخلايا إلى الدم فتتزاد نسبته فرع التبر مؤشر مهم في أمراض القلب طيقة قياس البروتينات مختبرياً في الحقيقة هناك أيضا من طريق قياس البروتينات مختبرياً منها مجرد قياس نسبة البروتين بشكل عام ومنها قياس كل البروتين على حدة مثل هذا الطريق هي طيقة تحليلية وهي تضمن طيقة سحاحة وحرق ومن هذا القبيل وهذه طيقة تتأخذ نسبياً وقديمة كذلك يدينها طيقة الانزيمية وهي تعطينا نسبة البوتينات بشكل كامل وهي طيقة تقليدية كذلك يدينها طيقة مناعية عن طيقة تفاعل مستضادات معينة متبط بها مادة لونية مع كل بوتين على حدة كذلك يدينها الطيقة الأخيرة وهي طيقة الالكتروفورس أو تحيل الكهربائي وبسبب كثرة الطريق سأذكر هنا طريقة أكثر دقة وهي طريقة تحيل الكهربائي طريقة تحيل الكهربائي للبوتينات أو الالكتروفورس أولاً يتم إحضار ورقة ترشيح مثل هذه تحتوي أعدة ثقوب صغيرة توضع كل أينة في عدة أعدة هذه الثقوب وبعد ذلك يتم وضع هذه الورقة في محلول قطبي أو لا قطبي هذا المحلول يعطي شحنة سالبة للبوتينات للبوتينات فتشحن البوتينات بالشحنة السالبة وبعدها يتم إضافة تيار كهربائي لهذا المحلول أو لهذا الحوض الذي يحتوي على وقل الترشيح فتنتقل البوتينات حسبه وزنها جزائية وشحنتها من القطب السالب إلى القطب الموجب فتكون البوتينات التي حجمها صغير وشحنتها قوية تنتقل بسرعة على أكس البوتينات التي تكون شحنتها قليلة نوعا ما ولكن ليس بالشدة وكذلك حجمها يكون كبير فتترتب بشكل معين كهذا الشكل تترتب على شكل خطوط معينة كل خطق مثل نوع من نوع البوتينات التي ذكرناها سابقا وعند مقارنتها طبعا بعد صبغها تعطي لون معين وعند مقارنتها بمعايير ثابتة ومعينة يتم عرفة كل مكان وما هو البوتينات الذي قابله كلما زالت شدة اللون أي زالت نسبة البوتينات